ومشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مشاهدين الكرام في قناتكم كود زكريا لتعليم السياقة ومرحبا بكم في هذه السلسلة رقم 22 من امتحان نظر يخص السياقة سنف با قبل ما نبدأوا اشتركوا معنا في القناة وفعلوا الجرس باش وصلكم الجديد واي اكتراح للقناة او اي ملاحظة خلونا تعليق تلكم نبدأوا على بركتي الله جوز نعم جواب واحد لا جواب جوج جوز حيث السؤال هو رقم جوج كنشوف قدامك كن الاسهم ديال الانحياز واسهم الانحياز كي يقول لكم من احسن تشد لي من ديالك السؤال كان سؤال مباشر كلك وش نتجاوز هنا قلنا لا لكن بعض الاسئلة اللي كي يجوا في هذا الاسهم الانحياز ميكي هضرب بشكل مباشر نتجاوز هنا دائما نقول غير لا لكن ميكي يقول لك واش نواصل عملية ديال التجاوز اني انت بديتيها في الاسهم الانحياز غير كمل معمرك تقول نتخلى على عملية تجاوز لانك كتكون دائجة ضربتي لحساب ديالك معمرك تخلى لها ديما دير نواصل عملية تجاوز اما سؤال هكا مباشر واش نتجاوز قدامي اسهم الانحياز بلا ما نتجاوز من افضل نشد لي من ديالك شي باش كالجواب صحيح ورقم جوج قبل ما نقوم بالتجاوز نبه نراقب ثم نحاز ليسر جواب واحد نراقب نبه ثم نحاز ليسر جواب جوج الجوز حفظ السؤال هو رقم جوج ما نبغون نتجاوزه اول حاجة كنديره هي كنراقبه شنين هي كنراقب غنراقب بعده واش طريق كتسمح لي بالتجاوز اول حاجة نشوف اش طريق اللي في انا واش كتسمح ليه تجاوز من بعد كنشوف المرأة الداخلية او المرأة الجانبية ديالليسر كنشوفه جاي شي عربة من مورايا يليك مشي اي جاي من موراك يلي كنت شاعله مؤشر تغير تيجاه ديالليسر او انها في مسلك التاني ديالتجاوز فهي كنت تجاوز كلاده اي انت باش تجاوز اماما كنت شي واحد هنا نقدرون ان نتجاوزه يعني هادو مل هي المراقبة يعني كان راقب الطريق واش كتسمح نتجاوز الرقب من الداخلية ومن الارض ديالليسر واش كينشي واحد بغي يضبني من بعد كندوز لتنبيه بتنبيه وانني انشع المؤشر تغير تيجاه ديالليسر وانني غنعلم اللي قدامي باشارة ضوئية وغنعلمه تبلمونا بالصوتي الى كنت انا خارج المدينة هادو هو اللي كتسمى التنبيه وعاد نحازل الليسر ودك ساعمي كتسالي كترجع اللي من ديالك دكشي باش كالجواب عدنا صحيح هو رقم جوج نزيد السرعة جواب واحد نشد ليمن جواب جوج نحتافظ بسرعة دياللي جواب ثلاثة جواب صحيح فاتلسوال هو رقم جوج ثلاثة كنشوف السرعة دياللي في المرأة الداخلية كان اوحد العربة موراي بغت تجاوزني شاء على مؤشر تغير تيجاه ديالليسر يعني هي بغت تجاوزني. انا الدور ديالشنو خسين دياللي بغت تجوزني شي عربة. خصتي اول حاجة نشد ليمن ونحتافظ بسرعة ديلي ما تزيد ما تنقص اتشد ليمن ديليك وحتافظ بسرعة ديليك هذي قاعدة خصت تحفظها ديك شي باش كان الجواب صحيح هو رقم جوج 3 العلامة كاتبنا الوقوف في زوج ديال جيهات من الطريق نعم جواب واحد لا جواب جوج الجواب صحيح في السؤال هو رقم جوج العلامة شكتقول كتقولوا بمنوع الوقوف والتوقوف فين قبل وبعد عندنا تمكين ساهم التحت وساهم الفوق وهذا العلامة كتسمى منوع الوقوف والتوقوف قبل وبعد وكتسمى كذلك تذكير ديال منع الوقوف والتوقوف نشرحوا شنية تذكير اول حاجة كتكون عندك العلامة اللولى ديال منوع الوقوف والتوقوف يلا كتبدأ كتلقى ساهم طالع الفوق هذك شنو كتسمى ممنوع الوقوف والتوقوف بعد العلامة وهذا كتسمى بداية منع الوقوف والتوقوف يعني ماكي يكون العلامة جيدة بحال العلامة اوى اخرى بحال بحال هنا هستندرو على هاده هاده ممنوع الوقوف والتوقوف منتات منها ديرو غير السهاب سهر لا يطالع الفوق كي تسمى م命 ممنوع الوقوف والتوقوف ووكتسمى بداية منع الوقوف والتوقوف مزين من بعد كنόزيدو شوي للطرق كنلقىو هاد العلامة بهاد الأسعاب هذه واحد طالع واحد الفوق اشنو كيتسمى هادagiột كيتسمى ممنوع الوقوف والتوقوف قبل وابعد وكي تسمى كذلك تذكير بممنوع الوقوف والتوقف مزين كنزيد وكذلك عاو تانين فطريق شغل القاو القاو نفس البلاك عاو تاني وغلقاو هاد المرة الساهم اللي تحت هاداك شنو كي تسمى ممنوع الوقوف والتوقف قبل العلامة وكي تسمى كذلك نهاية منع الوقوف والتوقوف ذاك شي باش كلا نتجه وبسا flavors ن junح ورقم مجوش حيث الجهات مجوش كيكون ساهم على ليمن وساهم على ليستائل هاد الم kyk nac نقصده بمجيهات مجوش من العلاقة فهي منع الوقوف والتوقوف على ليمن ومنع ال languages حيث العلمة بصفعة عامة هي تمنعلم فهي تمنع 봤لاث سعيد ثم líمن استwyكتها تمشيضها لكن ما نطلب ذلك تمنع با نقطة هي بليuvreлично او اليمن واليسر أما هذا رقبل وبعد وكي تسمى كذلك تذكير ممنوع الوقوف والتوقف يمكن لين توقف بعد هاد العلامة نعم جواب واحد لا جواب جوش الجواب صحيح في السؤال هو رقم واحد بالنسبة لعلامة شوك تسمى ممنوع التوقف لمن غير العربات لنقل البضائع أو الشهينات هادو هم اللي منوع لهم أنهم يتوقفوا هادو اللافية التكملية كنكمل بها هادو هادو اللافية التكملية كنتكمل بها العلامة الفقانية أنا بالنسبة لي كان يلا عندي بيرمي ببي يعني كنسوق العربة الخافيفة فهنا أنا مسموح لي بالتوقف دك شي باش كنجوب النصح هنا هو رقم واحد يمكن لي نقف في هادو المكان نعم جواب واحد لا جواب جوج من بعد ملتقى الطرق نعم جواب ثلاثة لا جواب اربعة وجواب صحيح بالسؤال هو رقم جوج اربعة هنا كي هوا يذكروا لي ممنوع يكن لي نوقف هاد lineage اشنا هو هو؟ هو عبارة عن الملتقى الطرق في الملتقى الطرق ممنوع الوقوف والتوقف يعني يمكن لي نوقف هاد المكان نقول لنا لا لا لأ حيش ملتقى الطرق حيش ملتقى الطرق حيش ملتقى في الوقوف والتوقوف من بعد ملتقى الطرق أغلقى العلامة العلامة شكا تقول ممنوع الوقوف والتوقف دكشي بش جوبنا برقم جوج أربعة من بعد موقعت المعينة ويدية يمكن لي ما زال نقوم بعد تغييرات نعم جواب واحد لا جواب جوج جواب صحيح في السؤال هو رقم جوج شيء طبيعي انت سليش المعينة ويدية ديالك وصينيتها ميمكنش لك وما عندكش الحق انك تدير بعض تغييرات دكشي بشكل جوبنا صحيح هو رقم جوج المعينة ويدية كتمكن السائقين يدلوا الاقوال ديالهم جواب واحد من تحديد المسؤولية جواب جوج الجواب صحيح في السؤال هو رقم واحد بالنسبة للمعينة ويدية وفهي مشي تك تحدد المسؤولية ديال الطرف التاني اللي يوقع لك معها الحديثة فهنا انتك يدلي بالاقوال ديالك كتقول انا نسمعنا انا جيت من ليمن انا في المحلم وفترق على الطرق يعني كتدلي هي بالاقوال ديالك اما اللي كي يحدد المسؤولية فهي شركة ديال تأمين والكسبر ديال شركة تأمين واللي كي يحدد المسؤولية اما بناتنا ما كنتي واحد فينا كي يحدد المسؤولية الطرف التاني دك شي باش كنجواب ديالنا صحيح هو رقم واحد السلامة داخل السيارة هي متعلقة اكثر بجهزة السيارة جواب واحد سلوك السائقين جواب جوج جواب صحيح في السؤال هو رقم جوج بالنسبة للسلامة داخل السيارة فهي ماشي بجهزة السيارة هادي عامرة هادي ناقصة لا هي بسلوك السائق راه السائق هو اللي كي يسوق هو اللي غي هو اللي غي يدر بعض المناورات هو اللي غي يقدر يحترم القانون هو اللي ما يقدرش يحترم القانون يعني بسلوك السائقين ديالك شي باش كنجواب صحيح هو رقم جوج على الطريق السيارة السرعة محدد في 120 كمتر في الساعة بالنسبة للسائقين المحترفين نعم جواب واحد لا جواب جوج بالنسبة للسائقين الجدد نعم جواب ثلاثة لا جواب أربعة الجواب صحيح في السؤال هو رقم واحد أربعة على الطريق السيارة هالطريق السيارة السرعة محدد عندنا في 120 كمتر في الساعة اذكرنا ايش بالنسبة للسائق المحترفين او الجدد السائق المحترفين انا مشي بزمن الحتيراب زي ماك يعرفيه صوق السائق المحترفين هم السائقين اللي فيتين رخصة سيقة دي لهم سنتين هذا يعتبر سائق محترف اما السائق الجدد هم اللي عندهم في الفترة اختبارية قليلا سنتين بالنسبة للسائق المحترفين فهو طرق فهو الطرق سيار محدد في 120 كم تصعد ذاك شي باش جاوبنا بواحد أما السائقين جدود اللي في فترة اختبارية واللي هما قل من سنتين فهو السرعة محدودة عنده في تسعين كلمة طفلسة ولو أنه هو في طريق سيئة ذاك شي باش كالجواب عندنا صحيح هو رقم واحد أربعة ندوز للمسلك اللي علي لي من ديالي جواب واحد نبقى على هاد المسلك جواب جوج الجواب صحيح في السؤال هو رقم جوج بالنسبة للمسلك اللي علي يديك لي من في في الاقصى اليمين لاحظ ما يكن هادك الموثلات اللي يمكنهم هادك الموثلات دي الاعتحق الأسبقية هادك المسلك دي المسلك الانديماج العربات اللي كيكونوا يلا غيدخلوا يمشوا معنا في الطريق اللي هي الرئيسية دي دينا اللي هدا عندهم مسلك الانديماج اما انا اللي غادي في الطريق الرئيسية تقدر تكون طريق صحيح تقدر تكون طريق عادية انا مشي بالضرورة ان الخط المتاصل علي يديك ليسر فهو كي يلين الى الطريق دو تيجوح اما وش طريق صحيح ما معروف اش يعني انا نقف هاد المسلك دي ديك شباش كالجواب صحيح هو رقم جوج السرعة محدف 80 كم في الساعة على طريق رئيسية جواب واحد في بداية مسلك التباطئ جواب جوج باحث السراحة جواب ثلاثة جواب صحيح في السؤال هو رقم جوج كنلاحظوا بالليس السرعة 80 محدف عندنا في بداية مسلك التباطئ شن هو مسلك التباطئ هو الخرجة من طريق السيار الخرجة من طريق السيار كتسمى مسلك التباطئ وكيتسمى مسلك التخفيض من السرعة والدخلة كتسمى مسلك الانديماج وكتسمى كدليك مسلك زيادة في السرعة تكشي باش كنا لدينا جواب صحيح هنا هو رقم جوج عند تجاوز هذه العربة نحول أدواء الطريق فورا بعد ما نحصل ليسر جواب واحد من اللي نوصل لحد العربة اللي قدامي جواب جوج مباشرة بعد ما نتهي من تجاوز جواب ثلاثة جواب صحيفة السؤال هو رقم جوج ثلاثة هنا قل لك عند تجاوز هذه العربة يعني غلغا نتجاوزها آآ غندير أدواء ديال الطريق أنا باش غادي دبع من موراها باش غادي غادي بالضوء ديال التقابل حيث أنا من موراها غادي بالضوء التقابل لكن غير من من نحازل ليسر ونمشي نجي نضوبلها ونوصل لحد ديالي بحالة تقولي العربة ديالي بع العربة العربة اللي قدامي قد قد غادي في نفسه هنا عندي الحق أني نشعل ديال الطريق حيث ما غا نعميش وكذلك ميغان مباشر بعد ما انتهي من تجاوز يعني ما ندهل قدام وأنقش على ديال الضوء ديال الطريق إلا إلا كانت شعارة قدامي جاية فهنا غا نحيي الدوء الطريق وغا ندير الدوء التقابل لك شي باش كالجواب عدناس هنا هو رقم جوج ثلاثة نعلم على أني قربت بواسطة إشارة ضوئية نعم جواب واحد لا جواب جوج نشعل أدواء التقابل نعم جواب ثلاثة لا جواب أربعة جواب صحيح هذا السؤال هو رقم واحد ثلاثة بالنسبة في هذا الطريق أنا قربت واحد للمون عرش فهذا المون عرش اللي يدار عليمن ضروري يجب أن نبهل بإشارة ضوئية باش نعلل على التواجد ديالي ماشي تواجد ديالك في المكان لا هي باش العربات اللي جايين يعرفوا واش تهو ما يمشون دوء التقابل أو يمشون دوء ديال الطريق أنا شو خصي ندير نشعل أدواء التقابل أنا فهذا المون عرش اللي يديك لي من أحسن نشعل الضوء التقابل حيث أنا في الأصل باش كنت جايين 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 بالضوء ديال الطريق حيث أصلا كنت غادي بوحدة وضلام ما كي يلاقي نارة الشارع بشعولة لوالو هنا كنت غادي بالضوء ديال الطريق لكن من قرب المون عرش خاصة ندخل بالضوء التقابل باش ملقاش المشكيل معاشي عرب حد أخر تقابلت أنا وياها دكشي باش كالجواب صحيح واحد ثلاثة المسافة اللي كتقطعها العربة ما بين بداية الكبح والوقوف كتسمى مسافة الوقوف جواب واحد الأمان جواب جوج الكبح جواب ثلاثة جواب صحيح هذا السؤال هو رقم ثلاثة بالنسبة لكي هضروا علي واحد المسافة اللي قطعتها العربة ديالي ما بين بداية الكبح شنوا بداية الكبح هو أني من حتى ترجلي على الفرن من حتى ترجلي على الفرن حتى وقفات العربة شنو كتسمى هادي هادي كتسمى مسافة الكبح أنا غنشرح لكم جميع جميع هاد المصطلحات كيفاش كننشوفوهم بالنسبة انت ميكا تكون غادي في الطريق فانت كنتي غادي في الطريق وخرجت لك شي حاجة على غفلة شي حاجة على غفلة خرجتش كورا يعني متابعة third إما كنتي بطلبه فاني او توجيها العربة ديالك ثم طريقًا، غالبًا له حرابي عェلي الفران، هنا وقTalk at saggviewer دائما في عمل Lamb &fy حتى تدرتي الفئل إنني هو الجمل أو شيء أخرى من أ Texas من كالما تسمى وقت رد الفئل وفي نص все أسفто jeune وفي نصف المثل probe at한 وق Тамая يلي كاشدو العدد العشر دي العدد وكنضربوه في ثلاثة مزيئ لوقيت لي كادي انت الفعل اللي هو الفران حتى كتوقف العربة ديالك هاد المسافة هادي التانية شو كتسمى كتسمى مسافة الكبح يعني انت من حتيت رجلك على الفران من رجل الفعل حتى توقفت العربة هاد البلاصة هادي كتسمى مسافة الكبح هاته ديكو هادي كوه نشوفو من اللي ما شفته الحادث حتى اوقفت لك العربه هادي كولك شوكتسمى مسافة الوقوف يعني شو غنفهم مسافة الوقوف نrada إياه هو كتساوي وقترد الفعل اللي هو هدرنا عليه في الاول heanne مسافة الوقوف كتساوي وقترض الفعل زائد مسافة الكبح آم 차 نعود باختصار مسافة الوقوف ما هو هو campaign أين أنتي أنت نغير لحادث حتى توقف لك العرابية Tek 안돼 هذه هي مسافة الوقوف مسافة الوقوف ما هو فيها وقترد الفعل علما هو 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 المسافة الوقوف المسافة الوقوف عندما قتلنا المسافةghan م Harbre تقدره هو ما الواجب سيفaining المسافة ليس ببين المسافة الثانية جواني 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 مرر ثاني جواني الثاني جواب صحيفة السؤال هو رقم جوش هنا قال لكم الواجب نخلي بيني وبين العربة اللي قدامي اللي سابقاني هاد المسافة شو كتسمى؟ كتسمى مسافة الامان وقلنا هاد المسافة ام باش كتتقدر بجوش تواني إلا بغينا نحسبها شو نديره كان ناخده العشر ديال ذاك العداد يعني كنحيده الصفر ودك الشي اللي بقى لنا كان ضربه في ستا ذاك الشي باش كان جوابتنا صحيح هو رقم جوش إلا قمت بتتبيت العجلات يمكن لي ما زال نوجه العربة نعم جواب واحد لا جواب جوش غادي نتوقف على مسافة اقل نعم جواب ثلاثة لا جواب ربعة جواب صحيفة السؤال هو رقم جوش ربعة بالنسبة لتتبيت العجلات فهو تتبيت العجلات ما كيعطيناش فرمالة جيدة شنو تتبيت العجلات؟ هو العجلات كانت في واحد الحركة يعني كتكت دور نتجي تبت يوم يعني ما يقومش كيدورو نهائيا هنا كتكون تدر تي واحد الفراميل بصيفة مستمرة أنا كنحاول ندرب مصطلحة ديل الكود ما بغاش نقول الفراميل ساكو ذاك شي باش تفهموش انه يعني انتا ميك تدير الفراميل بصيفة مستمرة فهناك تدير تتبيت العجلات ولا تتبت العجلات ما كتحصلش على فرمالة جيدة هكي عقل على القاعدة إلا تتبت العجلات ما تقدرش انت توجه العربين ما تقدرش تدور الميقود علي منه أو على لا يصر ما يدورش لك الميقود حي انت تبت العجلات ولا كيواش انتا توقف على مسافة أقل زي ما حي تبدك تتبيت العجلات لا ما توقفش على مسافة أقل لاش لأن العربة ديلك أتبقى غادية زالقالك دك شي باشكال جواب عدنا صحيح هو جوج ربعة العلمة اللي كتانيني هي العلمة اللي في الأهلة نعم جواب واحد لا جواب جوج العلمة اللي في الأسفل نعم جواب ثلاثة لا جواب ربعة جواب صحيح في السؤال هو رقم واحد ثلاثة بالنسبة للعلمة اللي كتانيني أنا هو العلمة الفقانية شكتسمى كتسمى خطر متنوي هذيك العلمة كتانيني جميع العربات مش مشكلة العلمة الليولة قلنانا واحد العلمة اللي أسبل مكتوفةها ثلاثة فاصلة واحد يعني ثلاثة مترو فاصلة واحد فاش في العلو فهي تحنا كتانين جميع العربات علاش حيت كاملين عدنا الحق انه في العلو ندلو ربعة مترو بما انها هي قل من ربعة مترو فهي كتانينينا نكشي باش كالجواب صحيح لنا هو رقم واحد ثلاثة السرعة محدة في تمانين كيومتر في الساعة قبل العلامة نعم جواب واحد لا جواب جوج بعد العلامة نعم جواب ثلاثة لا جواب أربعة جواب صحيح في السؤال هو رقم واحد ثلاثة بالنسبة للعلمة كتسمى تحديد السرعة تمانين يعني السرعة بحدودة في تمانين ومتحت منها اللفتة التكملية تذكير يعني كاين تقبل هاد العلامة كانت قبل وده بك يذكرونا ذاك شي باش قلنا السرعة بحدودة قبل العلامة ومبعد العلامة ذاك شي باش كالجواب صحيح واحد ثلاثة من الواجب نغير ممر نعم جواب واحد لا جواب جوج جواب صحيح في السؤال هو رقم واحد العلامة كتسمى إجبار أنك تشد أقصى اليمين لديك شي باش كالجواب النصحيح هنا هو رقم واحد من بعد هذه العلامة غالي نكون كنصوق في طريق دات تجاه واحد نعم جواب واحد لا جواب جوج السرعة القوة المسموح بها هي مئة كلمة في الساعة جواب ثلاثة مئة وعشرين كلمة في الساعة جواب أربعة جواب صحيح في هذا السؤال هو رقم واحد ربعة بالنسبة لعلمة ما تقول بداية مدخل طريق سيار يعني إحنا ما ندخل طريق سيار أتقول لي لدينا السرعة محدودة في مئة وعشرين كلمة في الساعة لكن واش هالطريقة هذه دات تجاه واحد شنو كنقصدو به دات تجاه واحد يعني غيكا دي ما كتجيبش مش هي دات تجاه واحد زي مرى مسلك لا يرا فيها جوج مسالك فيها المسلك لعدي السير وفيها مسلك تجاوز وكنقصدو به دات تجاه واحد يعني ترك كا دي وما غتلقاش عربا جاي قدمك فن الشنطة اللي غادي فيه انت ميك يكون كا دي وكا تجيب كنسميها دات تجاهين يعني واحد غادي وواحد جاي دول فرق بيناتهم أما المسالك هذو كنسموه مسالكين اللي غادي فيه انه والمسلك اللول لعدي السير والمسلك الثاني كتسمة مسلك تجاوز دكشي باشكال جواب سعينة واحد أربع باش نمشي لسخيرات غادي نخرج من طريق السيار جواب واحد غادي نغير طريق السيار جواب جوج جواب صحفة السؤال هو رقم واحد هنا ده باش نخرج من طريق السيار أو نغير طريق السيار شو نفهم دياله اللولاني باش نخرج من طريق السيار يعني انت غادي في طريق سيار ولاكي ما غوت تخرج ما غا تبقىش طريق سيار. والثاني غادي نغير طريق سيار انت غادي في طريق سيار ولاكي غا تخرج واحد لخارجة اللي غاديك طريق سيار اخر. هدوه المصوص دياله. إنت يقولك مشوين الصغيرة. لاحظ ما هي. عدنا الافتاق اللي قدامنا. نيشان أدنا بوزنيقة والدار بيدع. هادو اللي غايمشوا لبوزنيقة. نيشان غا يكملوا في طريق سيار. هذولك يكون الاسهم حلقة نيشن كلهم كيكملوا فالطريقايير وهذا كل الاسهم لي يخرجوه على الليمني كلهم كيخرجوه from yi يعني انت باش باش بشيزات خالط غادي تخرج من طريقtawa تش���ن ان العلامات الي غيروا طريق السي features تانيكل كيتلقل لايك تحقي نفس البلاكه زرق covid غير هي مش بهات الشكل دل سياه متطالع نيشن وي ساهم غادي علي Liquen بهت الشكل هادا كيتلقى ب fårش شجره تفرع كتلقى ب low power شجره خارج واحد على الليمن وواحد على الليصر هذي كنتسمى كنتغيرو الطريق سيار ديك شي باش كالجواب عندنا صحيح ورقم واحد انخرج من الطريق سيار انا في الوضع المناسب باش نتاجه لأقدار جواب واحد لسلا جواب جوج جواب صحيح فاتسوال ورقم واحد جوج بالنسبة لعلامات كيشيرو لنا لأقدار فوحتيجا سلا فوحتيجا وكيلة تلت منهم ووسط المدينة فوحتيجا اغل غير هو انت في هذا الوضع weather الوضع اللي في انتاجه طريقة دي ما حدفظه لك هناك وجوج مسلك ininأشوف الاخي وsinأشوف الاخير سوف تستحراء irony اللي يخطر اللي هم تمشي الليمن تمشي نيشان ما عندك شو مشكل لكي كو كنتي في اليسر غنقول لك غتخسر غي هادوك اللي غيمشو نيشان هي اللي يقصر انما دوك العلمات اللي غدير عن الليمن ما غتخسره مش دك شي باش خترينها رقم واحد و جوج الاشارات المرسومة على الطريق كتسمح بتجاوز عربة جواب واحد شاهينة جواب جوج عربة دت عجلتين جواب ثلاثة ما كتسمحش بتجاوز بالمرة جواب اربعة الجواب صحيفة السؤال هو رقم ربعة بالنسبة لإشارة المرسومة على الطريق هو في الوسط كالقاء ختم التعاصل هادوك اللي الختم التعاصل ما يمكنش لك تجاوز تشي حاجة يليك شي باش كان جوابت نصحيه هو رقم ربعة على الرصيف ديالليمن التوقوف ممنوع جواب واحد ممنوع مؤقتا جواب جوج مسموح به جواب ثلاثة جواب صحيفة السؤال هو رقم واحد بالنسبة لهذا السؤال هذا غا نتطرق لجميع الألوال اللي كيدروا في الرصيف بالنسبة لهذا هذا الرصيف اللي مسبوغ بصفر كامل يعني صفر متعاصل فهو كيعني ممنوع الوقوف والتوقوف حتى شي عربة ما توقف ما توقف يعني ممنوع الوقوف والتوقوف مزيان هذي تحييده ساعد عدنا الرصيف اللي مسبوغ بصفر متقطع يعني كين هدا صفر متاصل هدنا صفر اللي هو متقطع كتلقى صفر واحد شوية ما مسبوغش او شين صفر واحد شوية ما مسبوغش هذا كتما صفر متقطع هذا ديال مسال هذا هذا خاص بتنزيل او شحن الشحينات يعني هذا خاص بالتوزيع يعني خاص بالليف غيزون هذا بالنسبة الشحينات ممنوع التوقوف الشحينات نقل بضائع كنظر على الشحيط نقل بضائع ممنوع التوقوف لكن الوقوف مسموح لهم اما احنا صحاب العربات فهذا التراتوار اللي مسبوغ بصفر متقطع فهو ممنوع الوقوف والتوقوف بالنسبة لنا يعني انا لكون سايق عربة لكون سايق عربة يعني طنوبيل بيرميبي او سايق حافيلا هذا التراتور الذي يسبوغ بصفر ما تقطع فهو منوع الوقوف والتوقف لكن بالنسبة للشحنة تنقل البضائع فهو منوع التوقف الوقوف مسموح بي حيث هو هذا الصفر ما تقطع خاص بالنزيل وشحن البضائع يعني هذا خاص بالليف غازه هذا حيثنا التراتور الثاني الذي يسبوغ بالصفر ما يقولنا مقالنا لبقالنا هذا الحمر والبيض اللي عليه جيد 여ね كتير بنسبة التراتور مسبوغ والبيض والحمر ما كينش عندهوا شي صيغة قانونية ما كينش نيائيين ما ما كين لمن тотوقف ون مش هادف مشكلة عندنا في المغربة. في بعض الدول الاخرية. هاداك اللي كان مسبوق بالبيض والحمر. واش كان مش حالة دي كان كيتطبق بواحد القانون. هنا في المتيحان باقي عندنا الى بغيتي يكون عندك الجواب ديالك صحيح. غيرت جواب ممنوع الوقوف والتوقف. وكان عاود نقول مسبوق ببيض والحمر. راه ممنوع لوقوف ممنوع لتوقف. ماتا حاجة. بغيتي توقف توقف بغيتي توقف. غايش حم واحد يقول يا ولا ورا البوليسي لا شديك تميته ما شديكش على. ع طريق طور مسبوق بيض والحمر. عادة تعرفوا كيفاش رجل الشرطة او رجل اطارك لملكي كيفاش يحرار لك مخالفة? كيف journey ps لا. كينين مواد هوته هوك يعرفهم. كيحترمهم كيقول لك المادة الفلان فلانية تقول لك منوع ا Covid لاناية من دولا. المادة الفلاف لانا ينتظر معك مواد لكن طرقت ورق طور مسلوق بيض والحمر ما كينها نحتفش مادة كيفاش غاي يحرار لك مخالفة вообще ما شيء ماتق يعني هذا ما كينش ميكي ميكي تشد تحام واحد فدك التراتوار فهو غالبا ما كيكون اه مخالفة عرق على تسير ما عنداش علاقة بالتراتوار كتكون انت توقفتي في ذاك البلاسة اوقفتي غير اه عرق على تسير ذرتها وحيتي العرق على تسير كتدخل في المخالفة اما التراتوار البيض والحمر ما عندوش سيغة قانونية ولكن باش نجوبوا علي احنا في المتيحان صحيح وبحكم تجري بني انو حتي تيكا كديرنا مع المترشحين الى بغينها صحيح خصنا جواب منع الوقوف والتوقوف ذاك شي باشكل جواباتنا صحيح هنا وهو رقم واحد هاد العلمة كاتعلما لانا طريق مقطوعة جواب واحد طريق بدون مخرج جواب جوج طريق من حرفه جواب ثلاث الجواب صحيح في هالسؤال هو رقم واحد بالنسبة للعلمة مكتوب في هالطريق مقطع اغانجوبي احنا بطريق مقطع ذاك شي باشكل جواب صحيح هو رقم واحد هاد الأرامات كتجبرني نظر على اليسر نعم جواب واحد لا جواب جوج الجواب صحيفة السؤال هو رقم واحد بالنسبة هاد الأرامات هم هادوك اللي فيهم الفلاش اللي فيهم الزرق والبيض هادوك يتسمون الأرامات هنا قليك كتجبرني نظر على اليسر هو النظر مصطلح ما مترجمش مزيان لأنه هاده مشي دوره هاده انحراف هاد الأرامات نخصم العقل كانت تكسب هاد الأرامات كتجبرني نحرف اليسر كنا غا نجوب ولكن بحكم أن الأجوبة كاملة اللي كي قصدوا به هاد الأرامات إن أنا كهو خمون عارج كي قصدوا به نظر علي ما نظر على اليسر فهنا اطرينا أنا نجوب بحال من طريق الإجابة كتجبرني نظر على اليسر ذيك شي بيجوبنا برقم واحد بعد ساعتين من السياق من الواجب علي التوقوف لمدة ساعة واحدة نعم جواب واحد لجواب جوج جواب صحي في السؤال هو رقم جوج يعني انت نبعد ساعتين من السياقة هاي خسك توقف باش ترتاح لكن نتوقفه لمدة 15 دقيقة مش مدة ساعة واحدة لك شي باش كالجواب صحي هو رقم جوج في حالة ضيع رخصة السياقة يمكن مع ذلك نسوق السيارة ديالي بلا رخصة جواب واحد بنسهة رخصة السياقة جواب جوج عدم السياقة جواب ثلاثة جواب صحي في السؤال هو رقم ثلاثة اي وثيقة اللي كتخولك انك تسوق العربة ديالك ضعت لك بلا ما تسوق لك شي باش كالجواب صحيح هو رقم ثلاثة بعد الخضوع الاختبارات الايجابية على السيارة ديال المخدرات انا معرض العقوبة كيفما كانت الجرعة الموجودة نعم جواب واحد لجواب جوج الجواب صحي في السؤال هو رقم واحد يعني طلعت لك الاختبارات الايجابية فانك انت قد تعرض للعقوبة كيفما كانت الجرعة يعني في الumn كيفما كانت فانك انت معرض للعقوبة بالعكس الاختبارات الايجابية ذيك في الشي باش كالجواب صحيح هو رقم واحد اضواء الطرق كيطوي على مسافة ما كتقلش على مية و socio مترو جواب واحد مية مترو جواب جوج اضواء التقابل كيطوي على مسافة ما كتقلش على ثلاثين مترو جواب ثلاثة خمسين مترو جواب أربعة الجواب صحيح هذا السؤال هو رقم جوج ثلاثة بالنسبة لأضواء الطريق فهما كيدوع لبعد مية مترو وأضواء التقابل كيدوع لثلاثين مترو هذي يجب أن نحفظهم لك شي بشكل الجواب عندنا صحيح هو رقم جوج ثلاثة بصفة عامة من الأضواء الجاذبية الحمرة كتشعل من الواجب نقف أقرب وقت جواب واحد نشوف ميكانيكي عند الوصول جواب جوج نسوق بسرعة من خافضة حتى الدرجة دي بيطفى جواب ثلاثة جواب صحيح هذا السؤال هو رقم واحد يعني بصفة عامة هذي الرموز بالثلاثة اللي كيشعلونه في الوحد القيادة غيتشوف واحد فيهم ونتا صعيق فهنا خصك توقف أقرب وقت بالنسبة لأنه بدو من اليامي إليش علك هذك الباتري دي الباتري فهنا دي البطارية فهنا كيعلن على الجهاز اللي كيزود البطارية بالطاقة ما بقىش خدام يعني باش هذي البطارية كنشارجيوها ونشحنوها ما بقىش ما بقىش حنا ذاك الشيلي فيها غيخوا فهذا الحالة يلو حالة لسي ثناء ايام ممكن أنك تكمل السير وخيكون شعل لك لأن البطارية ربقى خدامها كتلقى مشكلة إما الكوسات محيدين يا إما شي شي خيط ديال داك الجهاز اللي كيزود اللي كيزود البطارية بالطاقة ما بقىش كيزودو الوسطاني فهو بكي يعني على الزيت الزيت ديال المحرك قليل بالزعف فهنا هذا ضروري خيص توقف غيري شعل وتشوف السائل ديال تبريد واش كاين ولا ما كايش ولا ناقص هذك ساعات تشوف واش نزيدو للا هذك شي باش كنا نجواب الناس هنا هو رقم واحد من الأفضل نقل أطفال في الأمام في حضم شخص راشيد جواب واحد في الخلف في حضم شخص راشيد جواب جوش في الخلف في مقعد خاص جواب ثلاثة جواب صحيفة السؤال هو رقم ثلاثة إن الأطفال من أحسن أم الأفضل أنك تركبهم في المقعد خاص ديالهم ولكن في الخلف ذك شي باشكال جواب صحيح هو رقم ثلاثة على بعد مية وخمسة مترو من الواجب علية نقص من السرعة جواب واحد نعطي حق الأسبقية لليامين جواب جوج نعطي حق أسبقية لليسر جواب ثلاثة نوقف جواب أربعة جواب صحيفة السؤال هو رقم واحد جوج ثلاثة هو على بعد مية وخمسة مترو أشنو غلقه غلقه ملتقية الطرق بعدها أحنا أعرفين ملتقية الطرق كاملين لدينا قاعدة حافظينها نقص من السرعة نسعد الفرمالة نبه بإشرة ضوئية بالليل نبه بمنبه الصوتي خارج المدينة بنهار يعني نقص من السرعة أحنا جاوبنا عليها أشبقالية بقالية العلامة من بعد مية وخمسة مترو أشنو غلقه غلقه نفس العلام حيط من تحت اللافية تكملية كاتبنا مية وخمسين من بعد مية وخمسين غلقه نفس العلامة إني نعطي أسبقية اليمين والليسر ولكننا مشي مجبر نوقف رأينا غلقنا نقص من السرعة كون حطولي لتحت مية وخمسة في اللافية تكملية وحطو حدها قيف يعني مية وخمسة وكاتب حدها قيف شنو غلق فم بليم بعد مية وخمسة مترو ما لقاش نفس العلامة غلق علامة ديال القيف هنا باش كتغن جاوب وكتغن جاوب جوج ثلاثة أربعة يعني نعطي أسبقية الليمن ونعطي أسبقية الليسر ونوقف يعني هنا لكن هناك شبولية مية وخمسين ما كيش قيف فهنا ما شي غلق نوقف غلق نقص من السرعة دكشي باش كالجاوب صحيح واحد جوج ثلاثة باش ندور على ندوز جاوب واحد نوقف جواب جوج جاوب صحيفة السؤال هو رقم جوج هو ميكي عندنا قاعدة في الملتقية الطرق إلا كان عندنا الشورتي والضو فهو كانت دو على الشورتي ولكن عندنا الدو وعندنا البلايك فهو كانت دو على الضو ولكن عندنا الشورتي والأضواء والبلايك فهو كانت دو على الشورتي طب هنا كانت دو على الشورتي الشورتي عنده جوجه القواعي إلا الشورتي شفك بالظهر أو بالصدر فهنا كتوقف بحل الشكل إنا عطينا بالظهر إحنا غنوقفه حنايا وبالنسبة العربة اللي جي من ليمن وليسر اللي يعطيهم بالجرم فهما غايزيدو يعني إلا شافك بالدهر غتوقف وهو بستدر وإلا شافك بالجنب غتزيد ذاك شي بشكل الجواب عدنا صحينا هو رقم جوش فهذا الحالة عندي حق أسباقية نعم جواب واحد لا جواب جوش نحتافظ بالسرعة ديالي نعم جواب ثلاثة لا جواب أربعة جواب صحيح في هذا السؤال هو رقم واحد أربعة بالنسبة لهذا الملتقى الطرق على شكل زائد هذا الملتقى الطرق مفيش البلايك يعني كنا عدم فيه تشوير الطرقي ما كنا عدم تشوير الطرقي القاعدة شكتقول نعطي الأسباقية لليمين هذه القاعدة اللي من ديالي خوي لعامر طبيعة الحال خوي فهذا الحالة عندك الأسباقية وكان عامر نقولك اللا عندي الأسباقية لك شبه جواب رقم واحد سؤال الثاني قال لك نحن سوف نعرفه دائما فيما وصلوا لجميع الملتقى الطرق شنون قاعدة كتقولنا نقص من السرعة نساعد الفرمالة نبه بإشارة ضوئية بالليل نبه بنوية بصوتي خارج المدينة بنهار نقص من السرعة هي اللي يخسر نديره هنا نحتفظ السرعة لا يعني ما نزيد ما نحتفظ ولكن غن نقص من السرعة هكذا فropolis رقم واحد وبabbاء العلامة اللي نقصة هو علامة رقم واحد هو علامة رقم واحد هو علامة رقم جوج جواب جوج هكذا 자본 الشرعة والسؤال هو رقم بالنيسال فيناج العلامة اللي قلينا نقصة هنا ذلك الفيكرة العلامة اللي قدروا نحطه نشرح لك الفرق من التون في الاولم على المكتوف هنا 150 م والعلمات يشوف من تحت مننا مكشوف من تحت مننا قيف و 150 متر يعني انت باش تلقى منمور العلمة تلقى قيف ضروري خاصة العلمة الليولا تكون متلات مقلوب ولكي يكون متحت مننا قيف على بوعد 150 متر يعني ما يقدر ب150 متر غتلقى قيف كل حطو لي بلاست قيف متلات اللي هو مقلوب كنت غالجو برقم واحد دكشينا مش زبت برقم جوش غادي نمشي مني صبح الدول خضر جواب واحد مني اعطي لي شرط المرور الاشارة بالمرور جواب جوج جواب صحيفة السؤال هو رقم جوج كيف ذكرنا لكن الشرطي والضواو والعلامات فهنا كل شي يتلقى كيبقى الشرطي والاخدام يعني انت ما غا تمشي حتى يعطيك الشرطي المرور اشارة بالمرور طيب هنا اعطيك بالضر هنا قالك انك خصك تبقى واقف غير يعطيك بالجرم تكمل ترق دكشي مشكل جواب صحيفة هو رقم جوج من الواجب نعطي حق اسبقية السيارات جواب واحد الراجلين جواب جوج الدراجات جواب ثلاثة جواب صحيفة السؤال هو رقم واحد جوج ثلاثة انت خرج من الطريق غير معبادة يعني ماشي الشرطي اللي خرج انت خرج غامل بيست خصك ساعة الاسبقية جميع مستعملة الطريق عدوزتها بما فيها الراجلين والدراجات والسيارات تكشي مشكل جواب صحيح وواحد جوج ثلاثة نعطي حق اسبقية الليبن جواب واحد نعطي حق اسبقية الليسر جواب جوج ندوز بلما نعطي حق اسبقية جواب ثلاثة جواب صحيفة السؤال هو رقم واحد هو العلم باش كتقول طريق دو اولوية انا نعني اسبقية الليبن هنا فتصورة حالة استثنائية فلاي دي الليبن كتبالي العربة دي الاسعاف هنا فتصنع اصبقية اكشي مش جواب تناب رقم واحد اصبقية الليبن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة